أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية الروابط التي تجمع شعوب المنطقة وضرورة تكون أقوى من أي تحديات مشيدا سموه بمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساندة ودعم شعوب المنطقة وتحقيق مصالحها وحماية أمنها واستقرارها جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من المسؤولين بالمملكة والفعاليات الفكرية والثقافية والصحفية وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الطموحات غير محدودة الأفق للحكومة التي دعمها شعب شغوف للتطوير والبناء والبذل والعطاء من أجل الوطن عززت الريادة البحرينية في كل مجال وجعلت البحرين ترتقي لمراتب أرفع من التقدم والازدهار لا في تنسمه إلى أنه على الرغم من التحديات التي اعترت المسار التنموي إلا أن الإصرار الحكومي والعزم الشعبي على التقدم كان أقوى منها ومكن البحرين من تجاوز كافة الصعاب التي تؤثر على خطوات التقدم وتحويلها إلى عناصر محفزة لتحقيق المزيد من أجل هذا الوطن وشعبه ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يطالع به الإعلام في التوعية مؤكدا سموه على المسؤولية الإعلامية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتوعية الشعوب بأبعادها والطرق المثلى لتجاوزها كما استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور عدد من المنوعات المتصلة بتطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة